اهلا بحضراتكم وختام ومسك في هذه الحلقة بالفقرة الجميلة اللي نتكلم فيها عن واحدة من بطلاتنا اللي رفعت اسم مصر عاليا سواء على المستوى الداخلي من خلال المنتخبات الرياضية او على المستوى الخارجي ايضا بكتير جدا من المدليات يمكن عشرات المدليات ما بين دهبية وفضية وبرونزية بالاضافة كمان لتفوقها بنتنا النهاردة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهم دول فرحة مصر واملها وخيرها لان هم اكتر من الاسوياء بيجيبون لنا بطلات وبيرفعوا عالم مصر في كل حتة بسببهم بنبقى فرحانين وبنبقى سعدة النهاردة حنسعد اكتر بيها كنوع من التكريم لتقلقها الرياضي وتقلقها ايضا على المستوى الدراسي لان هي الحمد لله جامعة مجموحة القوي في السنوية العامة السنة دي وبإذن الله تلتحق بكورية الأداء طفتي نيرها محمود اهلا بك يا نير الحمد لله ازايك عاملة ايه؟ الحمد لله وبرحب طبعا بوالدها الأستاذ محمود شعراوي وحيد شعراوي اهلا بحضرك معنا زعي اهلا بحضرك انا بصنكوا معايا النهاردة واولا انا ببارك لك طبعا انت جابة مجموحة القوي في السنوية العامة قولي انت جابة كان في السنوية العامة تعتق مني في المية هاي والضفء ليه بقى ايه كمان الرياضة بتاعك باطمونه المية اللي بقى في المسافة تمام انت جيبتي كمان احافز رياضي عشان انت متفوقة فال83 دي مقت كان بقى بعد كده اه 94 94 صح كده فده مجموح حلوة قوي انا يرا انت عارفة يعني الناس كتير قوي حواليك مش عارفة تجيب المجموح ده فيه ناس بقى جابين 50 و 60 و 70 كلهم حلوين برضو بس انت بقى يعني عارفة كده الكريزة اللي بتبقى عطرتها هي دي ال94 فبرافو عليك طبعا اني أستاذ وحيد يعني لما بما استضيف حد من ولدنا من زوج القدرات الخاصة وبنعمله على انه بطل هو بطل حقيقي بشوف ان البطل الحقيقي هو الاب والام حقيقي اللي هما وقفوا وراء الولدهم ولان احنا عندنا اختيار اول ما نستقبل نييرة في الحياة عندنا اختيار اما ان احنا نخبي نييرة ونسيبها في البيت وما تطلعش وما تخرجش ونخاف عليها قوي واما الاختيار التاني اللي انتو عملتوه اللي هو نييرة انسانة طبيعية هتروح الرياضة وتعمل كل حاجة عشان تبقى متميزة ازاي استقبلتو نييرة ورعتوها وحضرتك يعني ترباوي لانك اصلا مدرس لغة انجليزية ايها فانا رعايتك لنييرة ازاي واستقبالك لها عشان توصل في كل المراحل في النهاية لبطلة كبيرة الحمد لله احنا في البداية طبعا ما كناش عارفين يعني العاقة عندها هي داون سندروم ما كناش عارفين يعني ايه داون سندروم لما سألنا بالكلام دا لان الحمد لله يعني فضلنا عند ربنا دي البركة بتاعتنا اهتمنا من سن سنتين بقى حاجات خاصة كده التخاطب والكلام دا لغاية ما الحمد لله ادرت تبقى قريبة من الاسوياء اللي هو الدمج نظام الدمج لما وصل الست سنة المدرسة العادية مع الاسوياء الدمج العادي وبدينا الرحلة بقى الحمد لله من الاهتمام من سن سنتين يعني عندها 18 سنة دلوقتي ما شاء الله من سن سنتين واحنا نشغالين معاها ان شاء الله الحمد لله انا ممتها يعني لغاية ما بقت بطلة جبيرة الحمد لله قول لي انا يا رب انت بتحب الرياضة ومتفوقة في الرياضة بتلعبي ايه رياضات ايه اه قوة بلعب عب قوة العب قوة حلو اهت دي المكملة في انت دي المكملة فيها لكن فيه العب تانية لعبتيها برضا بطبان في نادي الناصر حلو جنب بقى العب القوة انا عارفة ان انت برضو التمر انت سباحة وبسكت وحاجات كتير بقى السباح عادي هم هم دي حاجات انت بتحبيها بتعمليها لكن اللي باطلة فيها ومركزة فيها هي العب القوة انت بتجري العب القوة هو عدو مئة متر ومتين متر المية ومتين هايل هايل وتتابع والوزب والوزب العالي هي جميلة فيه برضو هايل الوزب اللي هو الجاري القوز ايوة 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 قدامك كده حوض رملة انت بتنطي اكبر نط تعمليها بقى فقا كلما نطكت كبيرة تاخدي رقم كبير رقم كبير رقم كبير حلو قوي قولي بقى انت مغدى مداليات كتير صح اه حطاها فين بقى مداليات دي بقى كتير معي في الشنطة كتير جدا هم وحقايت قولي بقى طلعت برق عملتي اشتركت في مسابقات عالمية او دولية ولا كل جوا مصر لا هو جوا جوا مصر بس في برا مصر كابتن هو اللي جابت بتهوني كابتن وقاليد ان شاء الله وهم يبررني كابتن وقاليد هو اللي بيمررني علشان بعد كده تطلعت بقى بطلة كده او كابتن اسماء بتمررني طيب كابتن وقاليد وكابتن اسماء احنا بنوجه لهم تحية عشان عارفة اولادنا دايما بيحبوا يشيروا الكابات اللي بيدربوهم من حبهم كيهم لا مرتبطة بيهم مرتبطة مش عادي لا اكيد نتكلم اكتر بقى عن المسابقات اللي دخلتها نيرا هنا على مستوى مصر ويعني اهم المادليات اللي حصدتها الحمد لله بقى لها يعني السنة العشرة السنة دي في تيرينج التدريب في النادي بشكر كل منسان في اللي هي وصلت اللي هي فيه من رئيس النادي الكاباتن المدير الفني كل الاعضاء اللي ساموا في اللي هي تطلع بطلة شاركت في كل المسابقات الجمهورية كاس مصر والمباية الخاص كل ده الحمد لله من تسع سنة من عشر سديس سنة العشرة الحمد لله واخده بتاع ستة وعشرين سبع عشرين مديرة زهبية فكل اي ايفين بتخشه الحمد لله دلوقتي بتحقق فيه دهب لما بيجيب تاني بيتبقى مناحة عندنا في البيت ما بتنزلش على الاول خالص في اللامتين بجيب التاني وبحيات بقى لا متعياتيش على طول هو الاول عاوز دايما ليبقى اول بس يعني التاني ده برضو نجاح انا اللي حقق بجيبي الاول يعني اول خلاص دايما تبقى بطولة جاية دي ان شاء الله اللي هي بطولة جاية دي لست ما استعد عشان ما حقق اجيبي الاول ببقى سافر برة هاي اللي هي البطولة دي بقى اللي بتأهلها هاي استاذ وحيد هاي اللي كده بمتخب مصر بس المفروض كانت تسافر لولا الظروف بتاعت الفيروس اللي جاي كانت خلاص يعني محضريني الجواز سافر وكلام ده كانت مسافرة مسافرة وما حصلش نصيب مستنين بقى الكونين الدولية تتغير عشان هي نعم اسمه دون موزايك دون موزايك دون موزايك ده بيعملوه معاملة اعلى منها بكتير مش احنا اللي هنا مش مصر يعني الكونين الدولية على المستوى الدولي بتجين قدرات اعلى في الموزايك من الدون العادي بيعملوها معاملة فئة تانية والفئة الاخرى دي في الطول وفي كل حاجة بتبقى اعلى منها لديهم مكياس معين طول معين الكلام ده بيعملوهم الفئة التانية ده بالنسبة للكونين الدولية يارب بتتغير عشان هي هتفر معاها كتير والله ان شاء الله متهيالي يعني العالم كله اكتر وعيا يعني بقضايا يعني اولادنا ذوي الهمم واعتقد في حاجات كتير بتتغير نيارة انا عارفة انك انتي قابلت الرئيس السيسي اه بس انا مصنتش عليه اه لكن شفتيه في الحافلة شافته لقى كتير في الترينيج العرض اللي برا وهو داخل حضرتك العرض اللي هما الجاري ما هي عشان جاري العاب الكوه الجاري مع العجل الكلام ده سلمت عليك النفسات هو دمعي فوق على المسرح بس لكن اتكرمت من رئيس السيسي من رئيس السيس كرمته بديها تابليت عليه الصورة بتاعته وكرمت مزارة الشباب والرياضة تنتبه معاش الشنطة بس وكمان اعتقد القوات البحرية السماء والفعقة القوات البحرية استضفوها والسعقة المصرية شفتي الزباط بقى زباط السعقة وزباط قوات البحرية زباط لو بيتمرنوا عادي انا بقى نفسي بقى بقى كده لسه نفسك تزودي التمرين وبطلة قوية كده تدفع عن الوطن يعني بس انت بترفع اسم مصر بحاجات تانية كل واحد فينا لو شغلته ولو مكانه فانت مكانك الرياضي عاملة فيه إنجاز كبير قوي نيارة في ناس كتير قوي مش قادرة تعمل ده ونفسها تبقى زيك هنفسي عاودة اركب طيارة عشان نستهجبها نستركبها عاوزة طيارة عشان تسافر عشان بسطلات الدولية إن شاء الله يارب كده نكون سمعين النهاردة صوت نيارة كده ونحق لها امنيتها فانها تشارك في المسابقات الدولية وعلى مستوى كبير طالما نكحت محليا بالقدر ده وحاصده 27 بداية ذهبية إن شاء الله برضو تسافر ويكلك نصيب نروح بقى للدراسة ويعني دايما أولادنا يعني المتفوقرية دايما خايفين عليهم إنهم داي أثر على الدراسة لكن ده ما أثرش على الدراسة انت شاطرة في الاتنين لأ ماما مدرسة على طول بداية عربية درسات غرفية لكن مدرس بابا يا بابا مدرس انجليزي فهو بيخد كورس انجليزي معايا هاي فماما وبابا الاتنين مدرسين فماما بتذكرلك بقى العربي والجغرافيا زي ما انت قلت كده وكل الحاجات اللي ذكرتينها دي وبابا بيكمل الباقي الحاجات اللي باقي بابا باستنجلي دي عشان بيذكري انجليز عشان كده انت يعني شاطرة هما بيدعموك وبيقفوا جنبك وانت كمان شاطرة ورفعتي راسهم اكيد انت فخور بنايا يا رأسيس وحيد اه طبعا اكيد طبعا اكيد والرياضة الحمد لله يعني زهرت النتيجة واخدها 41 درجة حافظ رياضي طبعا بسبب المديليات اللي حصلت عليها الحمد لله رب العالمين اتعت تسع سنين مجاش كده الحمد لله كتير قوي من القوانين ومن المشاكل اللي بتواجهنا احنا بنحاول نربي ولادنا من زاوي الهما من تربية احنا نفسنا يكونوا زي الاسويهاء ويتوفر لهم حاجات كتير في فترة ماضية كانوا مظلومين بشكل جبير قوي اعتقد دلوقتي الامور بدأت تختلف ايه اللي اختلف في السنوات السابقة دي في التعامل مع ولادنا من زاوي القدرات الخاصة يعني برضو بنشكر رئيس سيسي لان هو اللقى النظرية اضرارية على الناس كلها لان مش كل واحد عارف يعني ايه زو الهمم يعني كانوا بيعملون كده منبوزين يعتبر لكن دلوقتي الناس كلها عارفة ايه زو الهمم او زيو احتجات الخاصة محرطك هوات غير الاسم زيو احتجات الخاصة هلزو الهمم ايوه الابطال زاوي الهمم ده يعني مقترح من الامارات العربية الشقيقة كان ده يعني لفظ اكثر يعني جمالا يطلق على ولادنا من زاوي الخدرات الخاصة مش كل الناس كابتنظر ليهم نظر على منبوزين زي ببنقول يعني من زاوي لكن دلوقتي تعاون المجتمع كان شكل يعني سيء شوية لكن لما يكون القيادة السياسية مهتمة الوضوع بيختلف وفي العديد من المنظمات المجتمع المدني اعتقد دخلت في الحكاية دي وبدأت يعني تشارك فيها بشكل خلاهم يعملوا انجازات اكبر وبدأت المميزات يوم بقى في التعامل مع اي اجراءات بعد كده بدأت تتحسن مكتش كده نهائي زمان مكتش كده خالص دلوقتي سنة سنة بقى تتحسن عارفين هم ايه بس طبعا احنا كلنا المفروض نكون عارفين ان انتو ايه انت انا يرا حد جميل جدا عندك قدرات كبيرة اوي مختلفة عن البقيين بتحاول بيها انك انت تتفوقي في الدراسة وفي الرياضة في كل حاجة ايه امالك عاوزة تعملي ايه لسه ايه نفستك تعملي عاوزة ايه في المستقبل وانا عارفة انك انت ان شاء الله هتلتحني بكلية الاداب اه في المسبالي انا لازم اقولها اجيب الاول عشان لازم احاق لانا عاوزين لكن انا كانت طيادة امالي ان شاء الله ربنا حقالك امالك باذن الله ايه عاوزة الاول عشان ايه بتطلع الاول بقى كلمة الاول دي بالنسبالها بقت عادية احنا مستنين بقى كده فرج ربنا صحناه وتعالى اللي هي هي الاول في كل في كل اللي بتدخلها بتطلع الاول وباركام مش الاول مثلا عادي كده لازم التاري ما ممكن الاول انا اجيب مثلا مئة متر في عشين ثانية او خمسة وعشين ثانية وانا الاول لا هي بتكسر الاركام دي بس واكتر حاجة بتحبيها ايه في العاب القوة الجاري ولا التتابع للوزف الجاري ام حيك عشان اللي بس بقى الاقام احسن من كده هي متفوقة في العدو اكتر بالحاجات البقية؟ لا هي بتحب العدو اه جدا اه طبعا هي بتحب المنافسة المسابقة مع اي حد لانها بتلعب مع ناس اسكندريا من جميع الحمص انا مش عارفاهم ايه مش ناس مش عارفاهم ايه مش عارفاهم مثلا بجري بملتزمة في الحارة في الحارة بتاعي بطلعش براها لو طلعت براها ايام تكيو الكلام اخسرت ايه قواعد معين الحارة ملتزمة بالحارة بيضربوها الكلام ده حلو قوي المتزمة فيها بجري بصورة شعورة وشعورة شعورة ايه أسبق دي في المائلة كاي في المائلة كان في المائلة بجري باقصى سرعة عشان بقى تجري باقصى سرعة و تطلع الاول دايما اكيد بتتمراني ولي بتتمراني ايه بتتمرني كل يوم؟ اتنين واربع مرتين في الأسبوع كم ساعة بقى لا هو الساعة ساعتين بتتمرن اثنين واربع ساعتين يعني مرتين في الأسبوع غير الترينج بتاع النادي برضو هي عاملة عاملة سيستم حلو احنا عاملة لها سيستم حلو في البيت ايوة برضو مش منفراغ برضو احنا مشيين مع النادي الكابات اللي ربنا يخليهم يعني مشيين واحنا عاملين برضو سيستم ضايت معين الكلام ده عشان انت عشان تربي بطل لازم يبقى فيه مكاومات معينة اي بطل اي بطل محتاج نظام غذائي معين هي ماشي على النظام ده لا قابل عندها بطولة ان شاء الله الاسبوع اللي جاي الاسبوع اللي هي اسبوع الجاي ده لازم اتعاد فيها عشان لو جريد انا بااكل اي اكل بخيف لا ما تخافيش انت حتاكلي وتحرقي بقابل برياضة لا انا مش باكل لا يا عاملة سيستم معين في الاكل انا في البطولة بش باكل خالص حالي تسألي ماما بس انا مصدقياكي طبعا ما بصي ما فيش كده حلوة من غير نور زي ما بيقول الواحد لما يكون عنده امل كبير قوي لازم يتعب عليه فانتي ممكن تحل اكل شوية ساعات انا باعزبع بالليل ما باكلاش بالليل ده بادي بس بس ده على فكرة صحي ده علشان كده اسمك انتي يبقى كده خفيف وحلو انا في اي بطولة بقنا على الاكل خالص مش باكل وفي المطورة بخيف على طوي اي بطولة بخيف طب عايزة تبقي كده نشيطة فالاكل ممكن يتقل فانتي بتقلل بقى بيبقى عندها الالاق بدول لأ يعني من البرح بتفكر كل صندرتش طب قطل يا لأ أنا عشان انا مش انا اكل انا مش عارض ااكل عشان اي بطولة بخيف بحبش اكل عشان ولما بقى في الاخر بتاخلي الميدالية الزهبية كده بقى ايه احساسك انا يا رب ايه فرحانة حسن انتعبك كده مراح شهودة لانتعبى عن ربنا وانا عمى بالله ف.. حتازف ذوقتي لأن إذا إيه، أسافر و أعمل إذا أوزيه و طالما أنت شوفي، يعني شوف أنت يكلمت، قلت حاجة حلو قوي أولا أنت بتعملي عليكي، بتحرمي نفسك من حاجات، بتلتزمي في في حالة بتاعي بالظبط، في الّمئة وقتين وبتقول يشت سابه على ربنا، أكيد ربنا مش هيخزلك لأ أكيد لبرا ما بيخزلش حد أبداً ناجأ لليش تحب التدريب جداً وبتزعل لو في أي تدريب تحب المواصبة على التدريب والحمد لله يا رب دايماً إن شاء الله طبعاً أنت يعني بتفكرني في الكلية اللي حتدخل إيها بتفكري هتعملي إيه؟ لا قلية أداب بخش عن شمس إن شاء الله إن شاء الله جمية إن شامس بس يعني بابا وماما بقى حيساعدوك في اختيار القسم هتختارونها قسم إيه؟ أه أكيد طبعاً أكيد لسه دا؟ أنتو مخططين لنيرها بعد كده إزاي؟ إحنا ماشيين خطوة بخطوة يعني إحنا بقول الخطوة دي الحمد لله نجحنا فيها بنشوف اللي بعد كده بنعمل علينا والباية على ربنا صلى الله عليه وسلم زي ما ربنا صلى الله عليه وسلم هيكتب لنا إحنا راضيين يعني إحنا الحمد لله ما كناش متوقعين مش متوقعين يعني مش متخيلين المستقبل بتاعها كل سنة الحمد لله بنحق حاجة حاجة راضيين بقضاء الله في أي حاجة الحمد لله رب العالمين علشان كده علشان نشاور على أبطال الحقيين فعلاً هما الأب والأم لأن هما لو مرعوش الأولاد ولو مخلوش بالهم منهم وتعبوا على التمارين وعلى أنهم يعملوا حاجة مع أولادهم ويؤمنوا بقدراتهم لازم مش هيوصن الحاجة وبعدين مامتها يعني ربنا خليها رب هي تعبنة معها جداً وهتروح معها لأربع سنين كلها كشاهدوا معاها هتحضروا الكلها معاها بس علشان المشاهدين اللي مش فاهمين يعني النظام الشادو فإن هو لازم يكون فيه مرافق مع عنايرة لازم اه في الجامعة كمان اه بيحضر معها المحاضرات وكان لها مرافق في المدرسة برضو بنفس الطريقة لا لا المدرسة لا هي بتحضر المرافق في الامتحانات بس في الامتحان الفاينال النهاية كان فيه مرافق هي تقوله هو يكتب بس لكن في الجامعة بتروح طبعاً الشاري بيحضر معاها مامتها والامتحان هما بيحددوا بقى حد يقعد معاها في الامتحان الفاينالية المسابقة اللي جاية امتى يا نيرا بسابقة ده اللي جاية اللي هو اللي حد اللي جاية ايه اللي حد اللي جاية بإذن الله نتكلم بعض كده تليفونية او نتواصل اعرف سنيرا عملة الله رب انا يكرمها ويكون ده سبب لتأهلها انها تسافر بالطيارة في اي مكان هي عايزات تشوف العالم وتقابل الناس جديدة وثقافات تانية وترجع لنا برضو محملة بمدانيات كتير بشكركم شكراً جزيلاً على وجودكم معنا النهاردة وانا فخورة بنيرا وفخورة بالأستاذ وحيد وفخورة بمواما اللي قاعدة وورا الكاميرا يعني بتشوفنا وبتمنى لكم كل السعادة وكل الخير اللي نيرا حتكون سبب فيه بإذن الله معاهم كلهم يا رب بشكركم مشاهدينا كده منكون وصلنا لاختامة حلقة اليوم غداً إن شاء الله مجموعة جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة